موسيقى 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 في مثل مصري مشهور بيقولك ايه بقى؟ الضربة اللي ما تموتكش بتقويك وده مثل حقيقي جدا لانه فعلا بيحصل في حياتنا وبنشوفه في مواقف كتيرة جدا فيه ناس كتير بتقدر فعلا انها هتعدي مشاكلها وتبقى نكحة في حياتها بس في نفس الوقت فيه ناس لسه وقفة في مكانها مش قادرة تعدي الازمة اللي هي فيها ناس دي بقى بتكون محتاجة ناس يقدروا يدوه طاقة ايجابية ويشاركوهم تجاربهم ويقولولهم ازاي يقدروا يبدأوا من جديد زي بالزبط ده فتنة اللي مشارفانا النهاردة واللي مرت بمواقف صعبة وبدأت من جديد وقدرت ان هي تنجح وبدأت تصدر كل الايجابية وتقف لأي حد عنده مشكلة وتديره طاقة ايجابية وانه يبدأ من جديد من ورانا النهاردة الانفلوانسر نسما خدر ازايك يا نسماء؟ ازايك حمدت يا عملاق لي الحمد لله نسمع بيقولوا ان هي محتاجة شجاعة كبيرة او تيك سكورج كده بيقولوا الجملة دي عشان تقدري تعملي فيديوهات على السوشال ميديا تقدري تقولي انك مريتي بايه كلها انت كسرتي طابو بتاع الناس اللي تقولك لأ استخبي ما تقوليش انك انفصلتي او 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 انت قدرتي تبتدي على السوشال ميديا وتعملي لنفسك بلاتفورم كده او لكي لاين معين مختلف وقدرت تقولي الناس لأ هو عادي خالص انا منفصلة وبعيش حياتي وقدر ابدأ من جديد ابتديتي ازاي على السوشال ميديا ومين شك جايك تكساري التابودة ازايك الاول انا اتديت على السوشال ميديا بقالي سنتين لقيت ان في ناس بتحبيني وناس متفاعلة معي وحاسين ان رأيي مهم بالنسبة لهم فكملت ازاي كسرت التابودة انا مش حاسة ان هي حاجة لازم تكمل اصلا موجودة في المجتمع ان الست لما تكون منفصلة او متطلاقة او متجوزتش او 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 بزبط ان دا يكون في مشكلة اصلا دا مش بيعبر عن اي حاجة خالص في شخصيتها ولا في اي حاجة فيها يعني مش نقص فيها بس عشان كده انا كنت بكلم في الموضوع دا فانا اي حاجة بكلم فيها على البلاتفورم بتاعتي ببقى فعلا انا مصدق ان دا مش صح انه يكون موجود وما فيهاش حاجة احنا نحاول نغير المكتاب مع دلوقتي لكن مين شجعك يعني عارفة اصحابي لا مفيش حد شجعني غير اصحابي والاهم من كل دا ان انا كنت مع لايف كوتش من ساعة لما انفصلت بقالي سنة ونص لغاية دلوقتي فهي لايف كوتش هي اللي ساعدتني كتير قوي في الاول اني اعرف اصلا انا بحب ايه اعرف نفسي يلا بينا يا ناس ما نشوف الفيديو دا كده اعرف لكم بعترف انا بني قدمة متوترة وقلوقة جدا عارفين ايه اللي ساعدني قال التوتري اني تنفس اكيد كل انا بنتنفس انا قصدي التنفس التاني اللي بتملي بيه جسمك ويطلعيه بالراحة لما تعودت على الطريقة دي التوتري بتدي يقل وابتدي تخلص من الارهاق والافكار السلبية ما تنسيش تتنفسي انت دراستك ليها علاقة بالمحتوى اللي انت بتقدمه انا خارجة اعلام فاكيد استفدت طبعا حلوة قوي طيب انت قلت انه انت بدأت مع لايف كوتش بس النهار ده احنا قادرين نشوفك ان انت نفسك بقيت موتيفيشن السبيكر يعني الناس بتشوفك على السوشيال ميديا وتاخد منك الهام كده ان هما يقدروا يعملوا احسن ازاي قدرتي انك تعملي ده مع الناس يعني في ناس فعلا بتبعتلك تقولك اعمل ايه انا انفصلت اتصرف ازاي كتير او كتير عشان ساعات بتبقى الخبرة او المشكلة اللي تعرضت لها بتبقى زيها زي الدراسة كمان انا دلوقتي بادرس كمان جنب اللي انا شفته في الحياة يعني درست كمان علشان ابقى لايف كوتش بعد كده وده هيفرق كمان معي حتى مع الناس اللي انا بسألهم السور اللي بيسألوني وانا برد عليهم كتير او ببعتوا لي ان عندهم مشكلة ان هما مش عارفين ينفصلوا او منفصلين ومش عايزين اطلعهم البيت انا في واحدة بعتتلي بقالها سبع سنين متطلقة وقعدة في البيت مش عايزة تخرج عشان هي خايفة من نظرة المجتمع تيموت خيالها الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل فا او بساعدهم الحمد لله على الاقل بكلمة ممكن شجعهم تمانتي يعني احكي لنا كده موقف مثلا او اغرب موقف غير السبع سنين اللي عادة في البيت ما ما بتطلعش منه وانتي ساعدت حد فعلا انه ياخد ستاب بره المنظومة اللي هو فكر انه هتبقى صعبة بالنسباله او بالنسبالها اكتر حاجة بجيلي اكتر ميساجرس بجيلي انهما انا ساعدتهم انهما يواجهوا الناس بفكرة انهما منفاصلين وان دي حاجة ما تعبهمش وانهما قادرين يواجهوا المجتمع وكده تاني حاجة انه فيه ستات كتير قوي ودي مشكلة الاساسية اللي انا شايفاها انهما بيكونوا مجوزين بينزوا حياتهم بينزوا شغلهم وانا كنت واحدة منهم انا جوزت 13 سنة مكنش بشتغل خالص وده اللي خلاني لما سبت الجواز وقعت لانه ما فيش حاجة ما فيش حاجة تانية ليكي ما فيش حياة تانية فاللي بشجاهم عليه دلوقتي ان كل الست لازم يكون ليها حياتها وهي منجوزة نفاش حاجة انها تبقى بتربي اولادها وكويسة معجوزها بس في نفس الوقت عندها حياتها او دراستها يعني الانسان مش عشان يرتبط بحد يسيب حياته لا لازم يبقى ليه صحابي ليه شغلي ليه حياتي عشان لما تخسر حاجة ما تبقاش خسرت كل حاجة يعني امتى بقى الواحد سيبك من انفصال او اي حاجة ممكن كل الناس بتمر بظروف صعبة امتى اقدر اقف مع نفسي اعرف ان انا في الوقت ده محتاجة ثيرابيست او محتاجة دكتور نفساني او لايف كوتش او او اي حاجة امتى اقف الوقفة دي مع نفسي وحس ان انا محتاجة ده مبدئين بس خلينا نفهم الناس الفرق بين لايف كوتش والثيرابيست او الهيلر اللي بيعالك صدمات حصلت زمان لايف كوتش هو زي ده يعمليكي بيعلمك تعملي ايه اللي جاي تعرفي ايه الامكانيات اللي عندك وتستخدميها في حياتك اللي جاي هلو او التفرق بين الاثنين دول اللي احنا نفرق بين الثيرابيست واللايف كوتش عشان في ناس بيختلط عليها المفاهيم او بزبط فاللايف كوتش ده هيديكي خطتك لقدام مستقبلك بيساعدك تشوفي نفسك تصكف نفسك تحبي نفسك الهيلر او الثيرابيست او حتى الدكتور النفسي ده اللي ورا المشاكل اللي ورا لان ساعات بيبقى عندك عارفة تراما يعني صدمة اتعرضت لها كبيرة قوي ومخك ما تعدهاش فده لازم تخفي فيه الاول قبل ما تبطي تبصي لمستقبلك فده بتروحي الاول لهيلر يعالجك او ثيرابيست وبعدها تروحي لايف كوتش يشوف لك انت ايه المتميزة فيه اسمح حالينا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني دلوقتي هكلمكم عن الاحاسيس اللي عاشتها الفترة اللي فاتت وازاي خلصت منها الفشل اكتر احساس عاشته بعد ازمتي مش سهل خالص انك تهدي حياتك اللي بنتيها من سنين وفجأة تلاقي نفسك مضطرة تبطي تاني من جديد حسيت كتير بالفشل بس قررت اشتغل على نفسي تابعوني في الفيديو الجاي عشان تعرفوا ازاي كل الناس قالوا لي مش هتقدر تدرسي حاجة جديدة دلوقتي ويلا روحي ربي عيالك وفوقك مدراسة انا درست ستايلينج، فاشن ديزاينينج، فاشن بي ار ان افنس وبقى عندي موبايل ابليكيشن بتاعي وبكده اثبت لنفسي والناس ان الدراسة والشغل منهمش علاقة بالسن ولا بالحالة الاجتماعية يلا الدور عليك دلوقتي ما تسمعيش لحد وبتدي تعملي اللي انتي بتحبيه حقيقية قوي وبتعبري عن نفسك بكل ثقة من غير اي خوف يعني يحكي لنا اكتر عن الفيديو اكتر حاجة بتتعب الستات ان هما ياخدوا قرار الانفصال لو هما تعبانين اصل خلي بالك هوا في ناس بتبقى تعبانة جدا في الحياة الزوجية بس مش قادرين ياخدوا قرار عشان المجتمع مش عشان هما خايفين على اولادهم او كده من ضمن الحاجات اللي الناس بتتعرض لها غير كمان مشكلة المجتمع ونظرة المجتمع ان انا هعمل ايه في حياتي مع ولادي وهو ربيهم ازاي وهعيش ازاي وانا هبقى منهارة فده كان التصوير بس لحاجة من الحاجات اللي الست بتشوفها يوميا والتعب الاعصاب واحساسها بزنب ناحية اولادها وقعت اسبوع ببين كل يوم احساس معين من اللي بيجي لك بعد الانفصال وازاي تعلجي في فيديو تاني ورا على طول اكتر احساس كنت تحسيه مستمر استمر معك كثير احساس الزنب ناحية الاطفال اكيد اكتر حيات كنت خايفة منها بس لما شفتوهم بعد سنة وشوية بتدوا يتحسنوا وعلاقتنا بباباهم بقت كويسة جدا جدا بالعكس كمان بقت اقوى من الاول خلى احساس الزنب يروح يعني الحمد لله بقوا على قل بقوا نفسيا ستيبل بسي انا كنت بقلب عندك في البيج وبقدر اعرف الفيك نومبرز من الارقام الحقيقية وشفت ان انت الناس بتتفاعل معك لانه انت حقيقية جدا انت مش مصدرة لنا الحياة اللي هي واو انا نفسي عيشها بس عمري مهارة في عيشها ولا بعد مليون سنة اللي هي اصلا ما بتبقاش حقيقية انت مصدرة الواقع اللي انت عيش فيه فدور الانفلوانسر هنا النهاردة ايه يعني هل دور الانفلوانسر انه يحفز الناس ويشجعهم بشكل حقيقي ده وفوجة نظرك يعني الناس النهاردة بقيت تقدر تفرق بين الدور ده ولا الانفلوانسر مش ده دوره لا الانفلوانسر مش دوره انه هو يكون بيلمع دوره انه يكون واحد من وسط الناس زيهم بالزبط بس يقول لهم ازاي بيتخطى مشكله عشان ينور لهم الطريق فهم قصدي يعني يساعدهم مش انه هو يبقى فيك فيعقدهم في حياتهم او يحسسهم ان انا احسن منك او ان انتو مش تبقوا زي في يوم الايام فانا شايف ان اهم حاجة ان انت تبقي زيك زي الناس وبتوريهم حياتك الطبيعية خالص اللي هي فيها كل الاحاسيس المختلفة فيها مشاكل وفيها حاجات حلوة وفيها حاجات كويسة وفيها نجاح وفيها وقوع وفيها عياء وفيها كل حاجة ولازم يشوفوا كل حاجة يعني في حد بعتلي صاري كان في حد بعتلي من كام يوم انه هو تبنقص تحطوا كاميرات في بيتكو عشان تورونا كل حاجة او بدل ما وريكو حاجات بتلمع او يبقى لازم ولا نزل الشارع وشكلي بيرفكت لا او شوفوا حياتي عاملة زي زي حياتكم ما تبقوش نقومين فهموا قصدي؟ بس؟ وقدرين نشوف ده من لو لو نزلنا تحت شوائي في الستوري او سوري في البوست هنلاقي انه يمكن الموضوع كان اصعب بعدين بيبتدي بأحسن تدرجيا طيب ايه في وجه نظرك اللي بيفسد خطة الانسان عمتا للتغيير او التطور ان انا عايز اكون احسن ايه اللي بيبوز الخطة دي؟ بسي اكتر حاجة بتبوز الموضوع ده ان انت من جواكي تبقي بتفشلي نفسك اللي هو تقولي لنفسك كلام مش صح انا مش هقدر انا مش قوية انا خلي بالك كمان البليفز المبنية عندك من المجتمع لو طلعتيها على نفسك انت كمان تقوليها هتبقي بتشاركي في الجريمة دي المهمة قوي ازاي تكلم نفسك يعني ازاي انت من جواك بتكلم نفسك دي اول حاجة خليتني اخفه وتعايفه اصلا ان انا بكلم نفسي وطبعا لايف كوتش لقيتلي عن موضوع ده ان ازاي اكلم نفسي بطريقة ايجابية بس حتى لو انا شايفة ان ساي مثلا انا تخينة وعايز اخس مش هقدر اقول نفسي اذا تخينتي قوي لا انتي هتخسي انتي هتقدري انتي هتبقي انتي كده فتكلمي ايجابيا خلينا شوف فيديو عن ازاي الكلمة ممكن تأثر فينا ونرجع نكمل تاني كلام الموض ده مهم قوي هحكيلكم على حاجة انا مرة كلمة تقلتلي قلبتلي حياتي كلها وفضلت قدامي طول عمري اتقل لي اني فشلة ومش نفعة في حاجة الكلمة دي صغيرة قوي بس قصرتني وبعد سنين كتير اتقل لي منكم اني ملهمة وده شجعني انجح اكتر واكتر ما تنسيش الكلمة ممكن تبني وممكن تهد احكولي عن كلمة اثرت في حياتك وفرقت جدا فيها انت كلمت عن ازباب الكلمة اللي ممكن ازاي تأثر فينا وكلمة يمكن شقلبتلك حياتك كلها ايه كمان ممكن يبقى ازباب للفشل اهم حاجة زي ما قلتلك الكلمة لنفسك اللي هتقوليها لنفسك تاني حاجة انك تسمعي كلام الناس من غير ما تبقي انت مقتنع بي يعني فيه ناس بتمشي ورا الكلام اللي بتقال وخلاص من غير ما يبقوا مقتنعين لازم فلتر افلتر الكلام اه 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 لا وبيسمعوا كمان كلام الناس اللي حواليهم اللي هو لا يعني انا طبعا على طول في الاول كان بتقالي ما ينفعش تلعي حياتك ولا على السوشيال ميديا ما ينفعش تعملي ما ينفعش تعملي ما ينفعش تتكلمي ليه ما ينفعش فكري شوفي الصحة والغلط وعملي اللي انت حساة من نفسك دي اول حاجة اول عقق لازم تكسريه وانت بتدوري على نجاح بعد كده لقيت ناس بتقولك مثلا من قريبك او اهلك يقولولك بتفضحي نفسك مثلا بتكبرين اي حاجة من الحاجات دي الحاجة اللي بتهد شوية دي طبعا سباشاليكوبار كمان الاجبار مننا مش فاهمين لسه السوشيال ميديا بتعبر عن ايه او بتفاهم الناس ايه فانا كنت بالنسبالي انا مقتنع ان انا بعمل صح عشان اساعد ناس تانية واوريهم من داعي دي طب النس ما عايزين بقى انا صايح سريعة كده لأي حد بيحاول ان هو يبتدي حياته من اول وجديد او يبدأ ويرتب حياته من اول وجديد يعمل ايه في حالات ان حصل صدمة كبيرة او تغير كبير في حياتك اول حاجة خالص اسمعي نفسك ولو تعباني نامي يعني لو انت عارفة في الاول بتبقي مش قادرة تتحركي مش قادرة تعملي حاجة وبتعود تلومي نفسك انا كمان يعني وقعت وكمان لهوا موت وخراب ديار لا عادي ارتاحي خالص واتدي نفسك لانت عايزين بعد كده بتدي قومي انا انصح اي حد ان يروح لحد متخصص حتى لو فترة صغيرة قوي هتفرق جدا جدا في حياته بعد كده زي ما قلنا الكلام الإيجابي لنفسك على طول ده بيفرق جدا جدا انك تحبي نفسك وتبتدي تعملي الحاجات اللي بتحبيها اللي غالبا بننساها فترة كبيرة ده هيفرق جدا في حياتك وتشوفي انت متميزة في ايه وتبتدي تسعي فيه حتى لو حاجات صغيرة ده هيفرق جدا ادي لنفسك وقت اكيد نسمع يعني انت يعني من الناس الاقوية جدا وعجبني اوي كمان ليكي حاجة مهمة اوي قلتيها او شفت فيديو ليكي يعني وانت بتعملي unfollow للفاك اكاونت او مش فاك اكاونت او الناس الفاك عملا لانها فعلا بتأثر علينا بشكل يمكن سلبي ان احنا في طول الوقت هنفضل نقارن انا زي ما عدتش حياتي بسرعة ما بنشوفش الصورة كاملة انت ورتينا الصورة كاملة وقدرنا ان احنا نشوف الحقيقة وفي نفس الوقت يعني بطريقة كلها ايجابية وبتساعدين ناس تانية كل الشكر ليكي على كل اللي انت بتعمليه نتمنى لك التوفيق في كل حاجة واكيد اكيد عايزين نفضل متابعينك وان شاء الله تبقي معنا دايما في ترانز حرفتي شكرا جدا ومبسوطا ان انا بقيت معاكم النهاردة في ترانز وثانكيو كنت معنا دلوقتي الانفلوانسر نسمع خضر وبكده حلقتنا تكون خلصت اشوفكم من الاسبوع الجاي في نفس المعاد اشتركوا في القناة